جماعة الإخوة الإرهابية بتعمل تفخيخ للمدارس بتفخخ المدارس وهقول لكم السبب ايه و ايه الحكاية و هم هتفين من وراء ده ايه و ايه اللي حصل مبارح فخخوا مدرسة اسمها ابو زماط في الشيخ زويت فخخوا المدرسة بالكامل و هم بيعملوا عملية تفخيخ قتل خمستاشر منهم و سبعة تعوروا و هم بيعملوا عملية تفخيخ المدرسة رقب واحد اذا تقاتل خمستاشر و هم بيفخخوا المدرسة و السبعة تعوروا مدرسة تانية مدرسة ابو حلوة في رفح ايضا تم تفخيخها بالكامل ولكن قوات المسلحة اكتشفت المدرسة و استطاعت انها تجهد او تكتشفت عملية تفخيخ المدرسة و اجادت هذا الموضوع و بالتالي المدرسة تم تعملها بالكامل هو بيعمل كده ليه او رسالته ايه رقم واحد انه مش عايز مدارس تفتح لا في شمال سيناء ولا في غيرها رقم اتنين مش عايز حد يروح لانتخابات لانه انتخابات هتعمل في المدارس اذا طب من حضراتكم مدارس يوم ستة وعشرين حتى شمال سيناء فيها مدارس يعني لن تعطل الدراسة في اي مدرسة على مستوى الجمهورية يوم ستة وعشرين مدارس كلها دخلة بما فيها حتى اهالي سيناء انا بشكرهم على فكرة بشكرهم في ناس نهاردة بيتكلموني من هناك ان احنا رايحين مدارس دي وريحين مدارسنا وولادنا ومصرين محدش يمنعنا ان احنا ندخل مدارسنا رايحينها وانا عشان كده بطمنكم كمان جيشك كل المدارس موجودة ومؤمنة بيأمنها بالكامل ولازم تكون مطمئن تماما انه رايح المدرسة سواء تنتخب او ولادك رايحينها مؤمنة انسى اي حاجة بيعملوها هو بيحاول بقول لحدك يحاول عشان يعمل ايه عايز اول يوم افجر مدرسة ولا اتنين ملغمين هو اللي عاملهم بقول لحاجة بالدليل اوقفي خمستاشر ماته منهم وفي سبع مصابين التانية اللي اتمسكت او اللي اتلاقت عشان ايجا اقول اه شفت الجيش فجر شفت الجيش بيضرب بالزبط على غرار ما جرى في سوريا كانوا بيفجروا هم نفسهم النصرة وداعش وكل الارهابين والخوانة والاخوانة وغيرهم اللي شاغانين هناك فجروا المدارس وبلغموها كده واللي فيها بيتقيتل وقول لك شفت بشار ضرب الحق الصواريخ الحق بفخر هو اللي عمل ما التجربة موجودة التجربة موجودة الصباية عم تينا الدوقتي خلاص مصورة بالصوت والصورة يعني محدش يقدر يجي بكرة اقول لك ايه لا ده موجود